البارح صوتت الجزائر في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لإعطاء فرصة للديبلوماسية هكذا قال عمار بن جامع السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع قال لهذا السبب صوتت الجزائر لصالح مشروع القرار نريد إعطاء فرصة للديبلوماسية للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي العدوان على الشعب الفلسطين للذي طال أمده ونحن مقتنعون أن النص يمكن أن يمثل خطوة نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار كما أبرز أن هذه الوثيقة من شأنها أن تسمح بوقف إطلاق النار والذي سيستمر مدامة المفاوضات متواصلة وقال الدبلوماسية الجزائري أن بلاده شاركت خلال عملية المفاوضات بحسنية وعملت عن كثب مع الفلسطينيين والوسطاء لهم الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى قرار يكفل وقفا فوريا لإطلاق النار عمار بن جامع أضاف في شرحه وتبريره للموقف الجزائري لماذا صوتت الجزائري صالح مشروع القرار الأمريكي؟ قال بعيدا عن المثالية أن هذا القرار يعطي بصيص أمل لأن البديل يبقى القتل والمعاناة بشكل مستمر للشعب الفلسطيني طيب الجزائر من خلال هذه الخطوة تريد أن تبعث بأكتر من رسالة أولها أننا لا نرفض فقط لأننا نحب الرفض يعني عندما يأتي الأمريكان بمشروع قرار يحمل بعض الإيجابيات فالجزائر ستوافق وهذا ما فعلته البيعة الجزائرية أمس في الأمم المتحدة حتى كل الدول كل الأعضاء وافقوا مع عدم تناع دولة واحدة عن التصويت وهي روسيا امتنعت عن التصويت ولم تستعمل حق الفيتو أو النقد الذي يرفض القرار لأنها تتحفض على بعض تفاصيله فالأسئلة التي دارت كلها حول أسباب ومبررات والذرائع التي استنتت إليها الجزائر بالموافقة على مشروع القرار الأمريكي لا شك بأنها باتت معروفة للجميع يبقى أن هذا المشروع سارعت حركة حماس بالموافقة عليه مبدئياً المكتب السياسي ولكن وزير الخارجية الأمريكي قال اليوم في تصريح يزور الكانسة هيوني قالهم ننتظر أن تأتي الموافقة من داخل قطاع غزة بالمختصر بلينكين يريد أن يسمع أبو عبيدة يقول بأنه يوافق على مشروع القرار الأمريكي وهذا لن يحصل لأنه ليس من وظيفة أبو عبيدة أن يقول قرارات في السياسة هذا مطروك لإسماعيل هنية ولأعضاء المكتب السياسي أما أبو عبيدة فوظيفته هي قنص الجنود لاحتلال وأسر ما يمكن أسره من الجنود فمشروع القرار الأمريكي هذا يطرح سؤال هل تجاوزنا بمرحلة المماطلة والسكوت عن الوضع الراهن ودخلنا في مرحلة اتخاذ القرارات حتى وإن كانت قرارات ليست بالشكل الكامل ليست بالشكل المثالي ولاحظوا أن عمار بن جامع قال لا يوجد قرار مثالي يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن يعني هذا المجلس لا يمكن أن تنتظر منه قراراً متالياً هذا هو الذي نستطيع أن نقدمه والذي نستطيع أن نوافق عليه حتى الآن